اشتركوا في القناة وجهها أصبحت عالمية بالنجوم الموجودين في مختلف الفرق في الاتحال في الاهلاء في الهلال في النصر طبعا حمد أشوف يعني بكل أمان دوري السعودي أنا ما كنت كثير متابع له في السنوات الأخيرة بس بعد ما تم جلب هذا العديد من النجوم العالمي أصبح عليك يعني من الوازب أنك أنت تتابع إدارة البحث عن المتعة وعن الإثارة فلا بد أن تتابع دوري روشن السعودي مليارات صرفت علي على يعني معظم الفرق أو تحديدا الرباعي الكبير في الدوري السعودي أو دوري روشن الأهلي العائد من دوري يالو، الهلال المتجدد في كل الخطوط، الناصر اللي عزز تشكيلته بنجوم كبار على رأسهم طبعا ساديو ماني وكذلك الاتحاد اللي جلاب بنزيمة وجلاب جوتا وجلاب كانتي وفابينيو فكل الأنظار أصبحت تتجه إلى المملكة العربية السعودية القنوات العالمية تنقل الدوري السعودي وقمم الدوري السعودي حتى النجوم العالميين أصبحوا يتابعون القمم السعودية والقنوات موجودة في أرض الملعب وتغطي 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 في جميع زوايا المملكة العربية السعودية وأشوف حمد، هذه أولا لابد أن نعلم لماذا قامت السعودية بهذا المشروع هذه نقطة مهمة جدا في البداية كان الاعتقار بأن السعودية عملت كل هذا السيناريو من أجل التمهيد لملف استطلافة كأس العالم ألفين وثلاثين ولكن بعد ذلك سمعنا جميعا بأن السعودية قد انسحبت من لاحقا انسحبت انسحبت بعد ذلك ولا زالت الرؤية موجودة إذن هي ليست فقط مثل ما كنا نعتقد أن السعودية كانت تبحث فقط عن تغوية لملفها التي ستتراشح فيه إنما هي موضوع الاستثمار الرياضي هو الجزء من رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية اللي الجميع طبعا أكيد قرأ عنه وسماع عنه أن أصحاب غرار في المملكة العربية السعودية يبحثون عن تطور في جميع الأصعد ومن الرياضية وهم يضعون ميزانيات كبيرة من عجل ذلك فالسعودية تعتقد بأن الاستثمار في كرة الغدم هو استثمار بكل تأكيد سيأتي بأرباح كبيرة للمملكة هو وسيلة للترويج للمملكة العربية السعودية وسيلة لجذب السياحة يعني لها عدة فوائد من هذه الجلب النجوم وأنا فقط أردت أن أوضح للبعض اللي يقول لك السعودية ليش يمسوية الجديد السعودية ليش قاعد تتيب لعبين منبرع ونجوم عالميين مو لاعبين عاديين أكثر من مجرد فقط التنفس وقوة الدورية طبعا تأثير هاي النجوم عالي أكيد راح يتكون تأثير كبير وعظيم مو بس في الملعب برا الملعب يمكن أكثر من الملعب بكثير يعني بعيدا عن قوة الهلال قوة النصر والاتحاد وتنفس الأهلي يعني جلب أتصور ترويج للمملكة حتى على مستوى السياحة فتح المشاريع أكثر من المملكة العربية السعودية وقالي نشوفها نشوف يعني أجانب دائما موجودين في مختلف المدرجات ما ننسى حتى الاتفاق بوجود جيرار وبوجود هندرسون والنجوم المعروفين فأنت أصبح تستقطب الأجانب أكثر الموجودين حتى في المنطقة أو حتى الناس تتعنى عشان تشوف نجوم هالمفضلين اللي صاروا موجودين أيضا في السعودية نعتقد بأن السعودية ستحذو حذو أمريكا مثلا أنها تجلب اللاعبين في نهاية المشوار من عجل التسويق والأعلان وما شابه فكنا نعتقد أن السعودية ستتجه في هذا الاتجاه خصوصا بعد جال برونالدو وبنزيمة بعد ذلك وصل كتقريبا ثاني أهم لاعب يصل إلى السعودية وهم لاعبين تقريبا في نهاية مشوارهم الكروي لكن السعودية فاجأتنا بعد ذلك المواصب غير وأرادت أن تثبت للجميع أننا لا نبحث عن اللاعبين المنتهيين أو اللاعبين اللي حط منتهيين بين قوسين طبعا ما أتربي كمه المنتهيين في نهاية مشوارهم أو في نهاية المشوار الرياضي أو الكروي وأيضا غامض بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين الصغار في السن الكويت السابيج كونتي نيمار رياض محرز كيسي كيسي جوتا مكسيمان مكسيميان مراجمة لاهلي السعودي فرمينيو فرمينيو هذا كلها اسمها حتى من دي الحارس كلها اسمها يعني لو كانوا باغين في أوروبا كانوا بإمكانهم العطال لمدة خمس سبع سنوات غادمة فالسعودية أرادت أن توصل رسالة إلى أن المملكة العربية السعودية لا تبحث فقط عن جلب اللاعبين في نهاية المشوار إنما تريد أن تنافس أقوى الدوريات في العالم من حيث تجلب النجوم ووضع الدوري روشن السعودي ضمن التوب فايف وهذا طموح مشروع وحق مشروع أصبح الآن في التوب تين هو هو موجود في التوب تين وتم تصنيفه طبعا بعد التعاقدات توسع تقريبا يمكن أو الثامن نعم هو وصل في التوب تين الهدف من الأصحاب الغرار في السعودية أن يصل الدور السعودي في التوب فايف في العالم يعني لا يقل عن الدور الإنجلنزي والأسباني والإيطالي يعني تريد أن يكون وجه للنجوم العالمية الآن اللاعبين مثلا لاعب بارز موجود في أسبانيا تلاقى عرض من إنجلترا وتلاقى عرض من السعودية الآن تريد السعودية أن ترخل في هذه التفاوضات اسمها يرخل في المفاوضات الآن أنا عندي عرض من إنجلترا وعندي عرض من السعودية لماذا لا أروح أوافق على عرض السعودية وهذا طموح وحق مشروع للمنك العربية السعودية تأثير قوة النجوم اللي موجودين أو كثرة النجوم في دولة روشرة هالموسم على مستوى اللاعب السعودي لا شك إنه ممكن يأثر ممكن بالإيجاب وبالسلب بالإيجاب ممكن نروح في زاوية إن اللاعب بيعطي كل ما عنده عشان يأخذ مكان لأن المنافس لا واحد في الموسم اللي فوت مثلا لعب في الشامبينز ليغ أو في الدورة الإسبانيا أو في الدورة الإيطالي أو ممكن ينأخذ مكانه لو حللناها أو راحنا يبقى زاوية غير جيدة ممكن يأخذ مكانه أنا أشوف حمد هي سلبية أكثر مما هي إيجابية الفائدة طبعا اللاعب السعودي أكيد راح ترتفع جودته أكثر خصوصا عندما يحتك في مثل هؤلاء النجوم بس لو قدر يلعب يحتكي أو لعب أي نعم حتى لا حمد حتى في التمرين حتى في التدريبات اللاعب يستفيد من هؤلاء اللاعبين طريقة تدريبه بس ما يكفي بس التدريب علي وانت ما تلعب في فريقك أي فريق أنا أقول لك في نهاية المطاف اللاعب السعودي ستعود للفائدة في نهاية المطاف سواء لعب أو لم يلعب حتى في التمرين ممكن يستفيد من هذا اللاعب في طريقة التدريب في طريقة الأعداد وما شابه لكن أنا أقول لك هي ناحية سلبية أكثر من ناحية إيجابية اللاعب السعودي الآن أصبحت فرصة مشاركته قليلة جدا قليلة جدا وبالتالي هذا يتعثر بشكل سلبي على المنتخب السعودي نفسه هناك في حلول أتمنى يعني أنا من قائمين في الكرة السعودية أن لا يحملون هذا الجانب عساس العمل أو المشروع يتم بنجاح بجميع الأوجه ليس فقط على مستوى الإعلام ولا على مستوى جلب النجوم أيضا خل اللاعب السعودي لا تخسره لا تفكر غيمتك كلاعب الآن مثلا هلال السعودي الآن هلال السعودي يمتلك خمس إلى ست لاعبين دوليين للعوم في المنتخب السعودي وهما عمدة أساسية في المنتخب السعودي الآن الهلال السعودي تقريبا أصبح بالكامل هناك لاعبين أجانب خصوصاً في الجانب من الوسط للهجوم؟ كل هما جانب يعني مساكرة يمكن مركز أو مركزين اللي لا زالوا فيه لاعبين سعوديين فيما على ذلك اللاعبين الجانب أكيد هما راح يسيطرون عليه وراح يكونون بشكل أساسي فأنت لما تأخذ اللاعب السعودي وتحطه في دكة البدلاء تشرك عشر رقائق رواساء هذا طبعاً راح يقلل كثيراً من مستوى فالحال أنك أنت ما تبقي أصلاً في فريغة نفسية اللي أنت جلت في النجوم وهذا اللي صار مع المعيوف مؤخراً الحارس الأساسي في الهلال لما جاء يعني جلبوا بونه أخوه من شم الفريغ هذا هو اللي أدود مساء الحامد يعني أنت الآن مثلاً أندية خلنا نأخذ أندية الوسط اللي موجودة في الوسط مثلاً أندية الفاتح والحزن وهذا الأندية الآن لو أنت أخذت اللاعبين الدوليين في السعوديين ولعبتم في هذه الأندية الآن هم أيضاً راح يستفيدون ممكن ما يكون معاه في الفريغ نفس المحترفين لكنه راح يواجههم المواجهة أيضاً تزيد من جودة اللاعب لكن أنت بتخلي اللاعب دولي في الهلال ولاعب مهم وتخليه باحتياط الهداب يستدعونها في المنتخب ما راح يكون مستوى نفس مكان عليه أيام مكان يمثل المنتخب أكيد طبيعي أنه ينزل مستوى في الطريقة اللي تقوله أنت يعني لازم يكون كأنه يعني مو رغبة ناري في التعاقد مع اللاعب بقدر ما هو اللاعب اللي ماله مكان في ناري ممكن يروح ناري الوسط ومن الوسط بعض يقول لك أنت رايب محترفين مو بنفس مستوى لاعبين الهلال والاتحاد والأهل والنصر ولكن يقول لك عندي لاعبين محترفين عندي شواغر لهم وعندي لاعبين محليين عندي شواغر لهم إيه بس اللاندية حمد الوسط يعني خلنا نقول لاندية الوسط ما راح تقارى فضل قدوم لاعبين دوليين السعوديين يعني هي تعلم في نوعية المطاف أن لاعبين دوليين لما يأتون لهذه الأمدية هم بمثابة لاعبين محترفين من الخارج نفس الفكرة يعني أسماء معينة يمكن ممكن لللاعب يعني مثلا لاعب مثل سالم الدوسري أي فريق إذائي طبعا لو ترك الهلال أي فريق بيرغب أن يكون معه سالم الدوسري سالم يعني مثلا لاعب وصل هو تقريبا نجم الأول في المنطقة السعودي وفي ناري الهلال بغاء على دكة البدلاء لن يفيد الهلال لحد الآن هو أموره طعيبة بس حمل يعني متكلم بواقع الآن نيمار هو فترة إصابة نيمار عندما يعود هل تعتقد أن نيمار اللي يلعب أساسا في مكان سالم الدوسري هل تعتقد أن سالم من الممكن تكون له فرصة كبيرة بوجود نيمار بالمنطقة هي صعب حدود ذلك نيمار سعودية أتت فيه كعقلة لاعب في تاريخ الصفقات ودخل من ضمن التوب 10 في أوروبا كلها لا من أجل أن يبغى على دكة البدلاء أولا أن يشارك فيه معظم المباريات هي أتت فيه السعودية لكي يقود الفريق لمنصات التتويج على حساب من؟ على حساب سالم هذا هو واقع نحن تكلم فيه بغاء سالم في الهلال سيؤثر على قصدي ناري الهلال لن يستفيد منه وفي حال تم استدعاءه لمنتخب السعودي أيضا منتخب السعودي لن يستفيد منه لأنه بيكون وقته مستوى أقل من ما كان عليه بحكم عدم المشاركة في المباريات فما هو الأحل الأفضل؟ انتقال سالم إلى نادي يضمن المشاركة بصفة أساسية وهذه طبعا فرصة تجدها في الأمدي مثل ما ذكرت لك يعني حتى مثلا مو شرط الحزم ولا التعاون وغيرها ممكن الاتفاق أيضا في وجود محترفين سالم ممكن يذهب إلى الاتفاق بصاصي أما بغاء في الهلال أعتقد لن يفيد هو ولن يفيد النادي ولن يفيد المنتخب بها الكمية من النجوم عالية الأندية السعودية تقدر تنفس في البطولات العالمية البطولات العالمية تكلم عن كأس العالم للأندية تحديدا لأن دورة أبطال آسيا أتصور يعني ما في عذر يمنع أن نوادي سعودي في النهاية يفوز ما بيقول لك بسهولة ولكن عندهم كل الإمكانيات والنجوم أن ينفسون وبقوة بعد ذلك دورة أبطال آسيا يوديك كأس العالم للأندية هل الأندية السعودية مطالبة أن تفوز بكأس العالم للأندية؟ لا هم طبعا تشوف حمر لأن أنت عندك نفس النجوم اللي كنت توجه هم حين معاك بس هم حمر اللي حين ما وصلوا لهذه المرحلة اللي هنحن يعني هم مشروع يعني مشروع موجود لسنوات قادمة هو ليس مشروع لموسم ولا موسمين ولا سنة ولا سنتين عشان نحن نطلق الأحكام نهاية ومشروع طويل للأمد الآن هم فقط في المراحل الأولى من هذا المشروع تعتقد أن هم مقتنعين بديت طريقة من التفكير أقصد أنه لو لعبنا في قصة العالم للأندية اللي بيكون في نهاية السنة في جدة نعم مو مطالبين أن نفوز فيها أو هم يفكرون أن نحن لازم نروح نفوز فيها أو نحاول مو مطالبين فيها حمد يعني هم تشوف هم طبعا ناري السعودي اللي راح يشارك في هذه البطولة أكيد راح يكون عليه نوع من الضغط بحكم خصوصا مثلا ناري مثل الهلال جمهور علاقة التقدير الجمهور تعرف أنت في سعود ناري هلال كجمهور متابعين لها سيقول له أنت الآن ما ينقصك أي شيء للمنافسة على البطولة أي إن كان حجم المنافسة من اللي سيأتي من أوروبا مثل عبضة ميدريد مثلا مثل عبضة مانشستر سيتي ما أقول لك أنه هو أفضل منه لا بس تقارع تقدر تقارع أنت عصلا من قبل صارت بعض المواجهات حتى بدون هؤلاء الأسماء أنت في مباريات دخلت وكنت ند لهذه الفرق أنت عندك المكانيات أنك أنت تفوز على هذه الفرق لكن ما أعتقد هم الآن طموحهم من أول موسم أن نحن نريد الفوز ببطولة العالم الاندي نحاول أن نصل بعيدا في البطولة أن تمكننا من الفوز فيه فكان شيء جيد لم نوفق الفوز فيه فهما أساسا التاركت مالهم مو بهاي السنة سنوات قادمة ممكن يصلون بعد ذلك إلى الرغبة في الدخول في هذه البطولات والتتويج فيها لا يوجد شيء منها تكلمت عن اللاعب السعودي أنه الأفضل أنه يجد النوادي الذي يلعب فيه بشكل أساس بعيدا عن اسم اسم اللاعب أو اسم النوادي أحين وجود اللاعبين العالميين في الدور السعودي في مختلف الأندية وأسبوعيا موجودين ويشاركون في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية هل ذي ممكن يعطي يعني أدفانتج حق اللاعب السعودي أنه ممكن نشوفه بالعكس أهو يروح يحترف بارة؟ والله صعبة حمد صعب جدا بسبب هي تشوف وبارة تكلام عن دوريات أوروبا ما تكلام بارة يعني في دورياتنا المحلية تكلام عن دوريات يعني أوروبية مثل ما الأوروبي أو الأجنبي يا السعودي هل ممكن السعودي أقوم بفترة يروح ينتقل يلعب في الدوريات؟ ممكن بعد سنوات طويلة مشروع قويل في الوقت الحاضر صعب في الوقت الحاضر صعب لأنا مثل ما قلت لك حمد الأوروبا عندي الأوروبية دائما تنظر للعب العاسيوي بشكل عام أنه لاعب أقل من المستوى بغية اللاعبين في العالم اللاعب العاسيوي بشكل عام لكن هناك نموذج أسيوية شرق أسيوية نجحت ولا زوالة ناجحة هذا لا نواية كفية هم ممكن إذا هناك ثغة بالكرة العاسيوية ممكن في شرق أسي أكثر من غربة وأعني تحديدا اليابان وكوريا رأينا بعض النجوم ذهبوا إلى أبرز الدوريات مثل سون في توتنهام في توتنهام ومتعلق في الدورة الإنجليزية نجم الأول للفريق يعني وفيه العديد من اللاعبين شوفنا إيدو الآن وصل مع ليبربول شوفنا كين من المدافع الكوري الآن تعاقد مع بنادي بايرام يونيخ هم يثغون بهذه المدرستين مارسة اليابانيين مارسة كوريا انضباطهم أعلى انضباط أعلى احترافية أكبر يعلمون أن جودة الكورة عندهم أرفع نوعا ما من بغية الكرة العاسيوية الدوري مالهم ممكن ينجب اللاعبين أكثر من ناحية الجودة اللاعبين أكثر من الدولة السوية وصول السعودية لهذه المرحلة يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى مجهود أكبر ويحتاج إلى سمعة أكبر الآن أنت الدوري عشان تغيره لازم في نفس الوقت الآن الأنظار رح تتجه على الدوري الآن بكل تأكيد التسليط رح يكون على الدوري الأنظار رح تكون مسلطة على الدوري السعودي الآن هنا دور أبراز المواهف السعودية الجديدة أنا الآن لمضى مضى خلاص كيف أنت أبرزها؟ الآن فيه لعبون لازم تعطيهم فرصة لعبون لأن الآن مثل ما قلت لك الأنظار رح تتجه إلى المملكة العربية السعودية شايف أنها عبرز الغنوات من كل مكان أمريكا الجنوبية موجودين كلها وقعت على عقود حصرية لبث الدوري السعودي وهذا بداية النجاح الدوري من الناحية الإعلامية وهذا بكل تأكيد سيجلب الأنظار من كل العالم الآن سابق من كان يتابع الدوري السعودي سأتكلم بكل صراحة أوروبا مثلا هل مثلا تعتقد أن أوروبا تتابع الهلالة والناصرة؟ صعب جدا نحن أسمعهم بشكل يومي ووجود الآن بسبب هذه النجوم نيمار وابنزيمة ورونالدو الآن أصبح لماذا أنا لا أتابع؟ حتى نجوم الأنظار تموا يتكلمون عن هذه الصفقات يعني نوع اللي يعني كذا تعليق لما كان هناك اهتمام من الهلال في مبابي نعم لعب الأنظار كانوا يقولون أننا نحن موجودين إذا تابعونا دوري السعودي فالسعودية فعلا لعباتها صح نعم الكل اللي تكلم عن السعودية نجحها تعلاميا ويعني نجاح لافت للأنظار بكل أمانة وهما للأمانة يعني مركاتو السعودي سيطر على المركاتو في العالم كلا يعني بس اثناء بعض الصفقات اللي حادثت في أوروبا مثل هاريكين ورايس مبالغ المرتافع اللي أدت إلى أبراز إعلامية واخدت ذيك السيط فيما عدا ذلك السيط الأكبر كان للمركاتو السعودي في نقطة أتصور وتكلم عنها يعني أكثر من اللوعب يعني فيه أكثر من تصريح في بداية الموسم أن الدعم صار لأندي معينة على حساب أندي معينة وهي الأربع الأندية الكبرى الأهلي والاتحاد والناصر والهلال وهي اللي راح يسبب وبدأت أصلا بيسبب فاجوة كبيرة في المنافسة يعني قاعدين نشوف لما أي فريق من هالأربع الكبار يلعب مع أي فريق هناك فاجوة في بعض المفاجآت القليلة ولكن أصفحت الفاجوة الفنية يعني وايد عودة وواضحة واللي صرح فيها أكثر من اللعب حتى في الشباب قال يعني إحنا ما حصلنا حتى الدعم رئيس الشباب تكلم في ذي الموضوع رئيس السابق قال البلطان تكلم عن موضوع أنه ما حصلنا الدعم يعني فأنت كأنك صعبت الأمور علي صار الدعم في جهة ما هي أندية الصندوق مثل ما يسمونها صندوق الاستثمارات وعند كل النجوم وكل الأرياحية يبقى يلاعب وباقي اللاعب يعني وباقي الأندية خلنا نقول محترفين يعني على القد أو بعض اللاعبين فهو أنت خلقت فاجوة كبيرة وكأنك تقول أن الدوري السعودي لأربع فرق أكثر هو أشوف حمر عشان تتضح الأمور أكثر المشروع كان غائم على أن الأربع الأندية لذكرتهم هم مدعمين من قبل صندوق الاستثمار السعودي أما الأندية الأخرى أيضا لها دعم ومما في دعم لكن عن طريق شركات خاصة تم توجيهه أن الشركة الفلانية هي ليس بحجم هي ليس بحجم بكل تأكيد لكن أيضا الأندية الأخرى سيكون لها دعم ممكن هذا الموسم بدرجة أقل لكن المواسم الغادمي لما استمر المشروع المواسم الغادمة راح يشهد أيضا دعم كبير للأندية الوسط وأندية المؤخرة هذا بكل تأكيد يعني الفجوة يعني مثل الشباب مثل اتفاق أندية حريقة هذا راح يكون لها دعم يعني راح تعاني في هالموسم في هذا الموسم يمكن يشعرون بالفجوة الكبيرة بينهم وبين أندية الأربعة اللي ذكرتم ولكن خلنا نقول تدعم الموسم الغادم أو الموسم اللي بعدها الفجوة راح تتغلص بشكل كبير لأن أيضا الدعم سيتم توجيهها لهؤلاء الأندي مثل الشباب والاتفاق حتى مؤخرا صار أنه يعني ما بيصور هناك تعارض في التوقيت بين مباريات أندية الصندوق يعني كل الأمور صغيرة لمصلحة أندية الصندوق فأنت بعد يعني في هالموسم على أقل تقدير قاعد تتعامل بشكل مختلف يعني أنا أشوف حمد الميزاني اللي تم رصده لتطوير الكرة تغارب عشرين مليار حكومة وضعت ما بلك عشرين مليار لتطوير كرة الغادم تعرف كم تم صارف هذا الآن ما يصل مليارين أنت اللي تشوفها الآن هاي مليارين ما وصل أنت الآن عندك مجال تتحكم في تطوير جميع الأندية ما بلك كبير مرسول هاي المطلوب عشان يصير التنفس في مسافة واحدة بين كل الفرق هم أنا أتوقع يمكن الأخوان هناك القائمين على تسيير الكرة في السعودية يمكن ننظروا بأن يتم أولا التركيز على الأربع الأندية الكبرى في السعودية هم بحسب الكلام اللي يتداول في السعودية إنهم التجهل الأربع الأكثر الأندية الشعبية في السعودية واضح الحلال والناصر والأهلي والاتحاد جميعا نعلم أن هذه الأندية تمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية فبالتالي أعتقد كان هذا سبب تركيزهم ليستنغاصا من الشباب ولا الاتفاق ولا الأندية الأخرى إنما هم اختاروا هذه الأندية تحديدا بناء على القاعدة الجماهيرية اللي يملكونها لأنهم يعلمون أن نجاح الدوري يأتي مرتبط بالنجاح الجماهيري حضور الجماهيري التفاعل الجماهيري حتى في وسائل التواصل الاجتماعي هذه كل أسباب تؤدي إلى زيارة النجاح فهم يعلمون أن جمهور الهلال وجمهور الاتحار وجمهور الأهلية هم الجمهور الذي سيساهم في إنجاح المشروع لذلك تم تسليط الضوء على هذه الأربع الأندية بدعمهم الدعم الكامل بما يحتاجونه من اللاعبين لكن أعتقد بأن الدعم أيضا سيمتد لبغية الأندية مع سنوات الأندية هذه المليارات أشعلت غيرت جانب الإنجليزي جانب الإنجليزي جانب الإنجليزي وللأسف يعني كأنهم نسوا أو تناسوا أول أشياء اللي تصير في إنجلترا من مبواله الكبير وهذه حق مشروع لأي بلد إن الطاور من كرة القدم فيه وتجلب اللي تبه يعني هذه تشوف حمد هذه يسمونها العنصرية العنصرية اللي يمتاز فيها الإنجليزي يعني معروفين أكثر من أي ناس آخرين في الحالم إنهم متميزين دائما بالعنصرية الأصوات النشاث دائما تطلع أو تبتدي من إنجلترا وبعد ذلك تنتشر يعني يعتقدون إن الشي بس لهم نعم يعتقدون إن هذي فقط شي مصرح لهم هما فقط ولا يحقل الجميع ولا يحقل أي أحد آخر إن يقوم بمقام فيهم في السابق أول من بدأ الحاملة ضد السعودية طبعا هناك في شعار الآن يتداول في السعودية الغسيلة الرياضي إن السعودية تقوم بعملية غسيلة الرياضي إنها تغطي على يعني خلنا نقول الغضايا اللي متورطة فيه متعلقة بحقوق الإنسان تغطيها بلفت الانتباع عنها بالرياض حسب كلامهم طبعا حسب ما يدعون وهذا طبعا كلها محاولة تشويه السمعة محاولة تشويه السمعة ومحاولة ضرب السعودية من أي جانب ومحاولة بث العنصرية ومشابه والعكس صحيح تماما السعودية اللي يعجبني فيه إنها هي لا تلتفت تعمل وتعمل وتمضي في الطريق وهؤلاء مستمرين حتى تصريحات رئيس التحاد الأوروبية يعني بعد قد سقطة كبيرة لما تكلم عندي الموضوع بالضبط وشوف حمر سعودية المعلومة اللي قرقر ما يعرفه والبقي ذالين اللي يقولون السعودية متورطة بغمائحة وغنسان وابطهاد مارا وما شابه السعودية وضعت إذا كانت خصصة عشرين مليار لكرة الغدم أنا ما عارف الرغم تحديدا عشرين مليار أنا أقول لك عشرين مليار لكرة الغدم للرجال الآن سأتيك للجانب الآخر السعودية في نفس الوقت رصدت ميزانية ضخمة كبيرة ما عندي رغم محدد ما أبي أنا أقول الرغم من عندي وضعت رغم كبير أيضا لا يغل كثيرا عن هذا الرغم من أجل ما أقول تطوير كرة الغدم النسائية عن أي اضطهاد يتكلمون أي اضطهاد إذا كانت السعودية وضعت ميزانية تريد أن تصل بتطوير كرة الغدم النسائية إلى مستوى كرة الغدم الرجالي طبعا صعب أن تحدث المستوى لكن في خطوات في خطوات خطوات للأمام وفي مؤشر للناس الرياضة النسائية بالنسبة للحكومة السعودية تعني شيء كبير ولذلك وضعت ميزانية كبيرة فعن أي عنصرية وعن أي حقوق الإنسان وعن أي اضطهاد تتكلمون العديد من المدربين صرحوا تصريحات ضربوا كلام الإنجليز في عرض الحاد فرناند على رأسهم فرناند عجبني أنا صراحة موقفه قال طالما كنا طوال سنوات نقوم بمثل ما تقوم في السعودية الآن أنت الآن بريمير ليك كيف راح يوصل لبريمير ليك ما يوصل عليه لا ولا المحترفين ولا جانب يعني خانقل لو الدوري البريمير ليك باللاعبين الإنجليز كم لاعب الإنجليز الآن عندك سوبران كم لاعب ثلاثة أربعة خمسة ستة بتوزينا على عدد النجوم هذا الدوري ما يكفي أن يكون أكواة دوري في العالم اللي غاوى البريمير ليك هو نفس اللي راح الآن غاوى الدوري السعودي طبعا محترفين لفارقة ومحترفين أمريكا الجنوبية والأسيوين بالضبط ومنهم هم هدافين الآن نحن نتكلم عن هالند لاعب محترف محامل صلاح لاعب محترف هنا نتكلم عن أبرز اللاعبين في الدورة الإنجليزية نتكلم مثلا عن مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين رودري المراشح كان منافسه على لغة الكرة الذهبية إسباني أيضا محترف إذن أساس الدوري اللي غاوى هم اللاعبين محترفين إذن ليش أنت بالنسبة لك الموضوع عندك عادي في البريمير ليك وعندما تأتي دولة أخرى خلك من السعودية الآن أي دولة أخرى ستظهر تغم بناس مغامات في السعودية أيضا سيغمون بعمل نفس الشيء لكن السعودية بشكل أكبر لأنها هي محاربة سياسيا واقتصاديا وأنت تعرف البغيات ولو كندوري روشن أمورة طيبة عندهم نجوم كبار نتابعهم أمور طيبة ولي بتكلم خلي تكلم الغافلة تسير حمد أنا هذا اللي عجبني بالسعودية أنها تعمل بصمت ونجاحات موجودة على عرض الواقع السعودية ليست محتاجتنا هنا وندافع عنها ونتكلم ماذا إنجزت السعودية إنجازاتها تتحدث عنها السعودية إنجحت في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والآن رياضيين والرياضيين هي وليس من الآن هو من السابق بس الآن بشكل أكبر وماضية في طريقة السعودية ولا تستمع لمثل هؤلاء كل الشكر لك علي ما رح أسئلك من فريغك في دولة روشن لأنه عارفة يعطيك العافية نشوفك في حلقة جديدة شكرا لكم ودائما نلتقي في تيكي تاكا شكرا لكم